موسيقى أهلا بكم ربما لو أبقت الأمم المتحدة على تقرير الإسكوا الذي يتهم إسرائيل صراحة لأول مرة بالعنصرية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت ولم تحذف ربما برأي كثير من المراقبين كان قد مر دون أن يحدث هذه الضجة الكبيرة التي زاد من حدة استقالة المسؤولة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وعلى اعتبار أن تاريخ إسرائيل وفق قرارات الأمم المتحدة نفسها مليب الخروقات ليس ضد الفلسطينيين وحدهم ولكن في عموم العالم العربي والتي استوجبت المئات من قرارات الإدانة الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي برفض سياسة الاستيطان والذي صدر بإجماع الأعضاء بما فيهم الولايات المتحدة التي امتنعت عن استخدام الفيتو في سابقة هي الأولى من نوعها ولكن ربما هذه المرة جاء الإصرار على حذف التقرير بما لا تشتهي سفن الأمم المتحدة التي واجهت عاصفة من الانتقادات الفلسطينية التي وجدت أنها انحنت أمام الضغوط الإسرائيلية وغيرها في وقت من المفترض أنها تنتصر لمعايير الاستقصاء العلمي والأدلة القاطعة التي قام عليها التقرير والتي تؤكد أن إسرائيل أقامت نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله وإذا كان تقرير الإكس كوا يفتح النقاش من جديد حول التجاوزات الإسرائيلية التي تتم تحت سمع وبصر الأمم المتحدة والتي يدينها القانون الدولي فإن التقرير أيضا يطرح تساؤلا مهما حول تداعيات التعتيم التي أحدث الإصرار على سحبه وحذفه وكأنه لم يكن وكيف يفتح ذلك المجال أمام مزيد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بعد أن غضت الأمم المتحدة الطرف عن تقرير لم يعترض أحد على محتواه أو مضمونه ولكنها الضغوط المختلفة وأبعادها التي هي أيضا جزء من نقاشنا في حلقة اليوم مع ضيفينا ولكن عبر الأقمار الإصطناعية نرحب بضيفنا من فلسطين الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية أهلا وسهلا بك دكتور كما نرحب مشاهدنا بضيفنا من القاهرة الدكتور عبدالله الأشعى الأستاذ العلوم أو أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي السابق أهلا وسهلا بك دكتور ونبقى مشاهدين مع هذا التقرير قبل أن نبدأ النقاش وهو بعنوان الخوف يخلق تقرير الإسكوا في المهد مثل ما يسكننا الخوف في كل مرة تختفي فيها طائرات من على شاشة الرصد ربما من احتمال سقوطها فإذا بالخوف ينشر أجنحته مجددا عندما اختفى تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا والذي يتهم إسرائيل صراحة ولأول مرة بالعنصرية من موقع الأمم المتحدة الإلكتروني على الإنترنت ولم يعد موجودا خوف المجتمع الدولي هذه المرة كان على مصداقية وحيادية الأمم المتحدة التي ربما اهتزت بشأن تقرير تم بنائه وفق الاستقصاء العلمي وبناء على أدلة قاطعة تؤكد أن إسرائيل قامت نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله يقوم على تفتيت هذا الشعب سياسيا وجغرافيا وعلى قمع الفلسطينيين حيثما وجدوا ليتم حجبه لمجرد نشره دون استشارة الأمانة العامة إنها الضغوط الدولية ولا غيرها التي خنقت تقريرا ما زال في المهدي ولكنه حرك مياها راكدة وصلت الضوء على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وهي جرائم تصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودفعت بريما خلف الأمينة التنفيذية للإسكوا للاستقالة بعد أن أكدت أن الاعتراض ليس على المضمون أو المحتوى ولكن لأنه يمس إسرائيل الذي وصفته خارجيتها بأنه جزءا مما وصفته بالدعاية ضد السامية التي تمثل سيفا مسلطا ضد أي اتهامات من أي نوعين يمكن أن تطالها إن مجرد إلقاء نظرة على هذا المحتوى والمضمون في هذا التقرير الذي عقدت المجموعة العربية بالأمم المتحدة اجتماعا طارئا بشأنه لبحث تدعيات سحبه وذلك بدعوة من المندوب الفلسطيني يضعنا وجها لوجه أمام سياسات إسرائيلية ممنهجة منذ نشأتها وحتى اليوم كانت محطة انتقادات دولية أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع ولأول مرة برفض سياسة الاستيطان وهي السياسات التي تشكل حجر الزاوية في سياسة الأبرتايد التي يجربها القانون الدولي حيث يوضح التقرير أن الشعب الفلسطيني يعيش منذ عام 1967 في أربعة فضاءات يعامل فيها سكان الفلسطينيون معاملة مختلفة في الظاهر لكنهم يتشاركون في الواقع اضطهادا عنصريا في ظل هذا النظام وهذه الفضاءات هي القانون المدني مقترنا بقيود خاصة والمطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون كمواطنين في إسرائيل وقانون الإقامة الدائمة المطبقة على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس والقانون العسكري المطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عام 1967 في ظل الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطع غزة ومنهم من يعيشون في مخيمات اللجوء والفضاء الأخير تمثله السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين سواء كانوا لاجئين أم منفيين يعيشون خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل فهل ادعت الإسكوا في تقريرها بهتان وزورا؟ أم إن وراء الأكمة ما وراءها؟ بعد أن تابعنا التقرير لتكون البداية من هناك من فلسطين مع الدكتور مصطفى البرغوثي ونتسأل دكتور إلى أي مدى سبب موقف الأمم المتحدة بسحب التقرير وحذفه من موقعها الإلكتروني في تسليط الضوء على مضمون هذا التقرير ومحتوى وأيضا لفت الانتباه إليه بشدة بدون شك أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة قرار مؤسف ومؤذي ولا ينسجم مع طبيعة الدور الذي يجب أن يكون به يعني في الوقت الذي نشعر جميعا فيه بالامتنان والتقدير والاحترام الكبير لدكتورة ريمة خلف التي رفضت أن تسحب التقرير وقدمت استقالتها حفاظا على موقفها المبدئي والأخلاقي كان موقف الأمين العام للأمم المتحدة يعني مسيئا لأنه رضخ للابتزاز والإرهاب الفكري الإسرائيلي برأيه وكل من دعم إسرائيل في هذا الاتجاه طبعا التقرير حتى لو لم يسحب كان سيثير ضج كبيره وطبعا سحبه أدى إلى إثار الضج أكبر وجذب انتباه أكبر له التقرير ذو ميزة مهمة جدا لأنه يحلل بشكل موضوعي وعلمي وليس وثيقة سياسية بقدر ما هو بحث علمي موضوعي قام بفحص يستند إلى القوانين الدولية لطبيعة الوضع في فلسطين ووصل إلى الاستنتاج الطبيعي الذي نتحدث نحن عنه منذ 17 عاما وهو أن هناك نظام أبرتايد وتمييز عنصري وتمييز وفصل عنصري هذا الاستنتاج خطير جدا وإسناده بالمعطيات العلمية والبحثية الموضوعية سيكون له أثر كبير في نضال الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة لأنه بغض النظر عن حذف هذا التقرير عن الموقع الأمم المتحدة وبالمناسبة الأمين العام للأمم المتحدة اضطر أن يقول أنه لا يعارض محتوى التقرير وإنما حذفه لأسباب شكلية كما يقال لكن هذا التقرير الآن بغض النظر عن حذفه أصبح ملكا للبشرية أصبح ملكا للشعب الفلسطيني ونحن نعتبر أهم وثيق الآن يمكن أن نستخدمها في إسناد حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل كما جرى مع نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا هذا التقرير يعطينا سلاح هاما جدا وقويا جدا ويكشف في نفس الوقت ويعري منظومة ازدواجية المعايير التي تصل عليها بعض الأطراف الدولية المساندة لإسرائيل ذكرت نقطة وهي تقدير لرفض المديرة التنفيذية للإسكوا سحب التقرير ننتقل بهذه النقطة للدكتور عبدالله الأشعر ونتسأل كيف ساهمت استقالة المديرة التنفيذية للإسكوا في إثارة الاهتمام بالتقرير الخاصة وأنه تم وفق معايير استقصاء علمية دقيقة وبناء على أدلة جمعها التقرير لم يعترض عليه أحد بحسب ما قالته في كتاب الاستقالة أولا نحن نحيي الدكتورة ريمة خلف تحية خاصة وهي دخلت تاريخ الإنسانية بسبب هذا الموقف ثانيا أن الدكتورة ريمة خلف أشارت الاستقالة إلى أنها لا تستطيع بحكم ضميرها أن تتحمل عملا ربما يقبله وغيره ولذلك أرى أن تفسح المجال الأمير العام بكل أدب لكي ينفذ ما يراه عن طريق شخص آخر لكن هي لا تستطيع أن تتحمل هذا أمام ضميرها وأمام المجتمع الإنساني ثالثا أن استقالة الدكتورة ريمة خلف في الواقع كانت جرس إنذار ولفت النظر إلى هذا التقرير لأن هذا التقرير لو كان قد نشر على موقع الأمم المتحدة دون هذه الضقة لما قرأه الكثيرون ولا ما تنبه إليه الكثيرون وهو تكرار وبالمناسبة هذا التقرير ليس الأول من نوعه إنما هناك ممثل الأمير العام للأمم المتحدة أو ممثل الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة كان قبل هذا المندوب وهو أستاذ يهودي ومحترم جدا وأستاذ الخنون الدولي ريشارد فولك أستاذنا كان قبله أيضا أستاذ هولندي كان قد كتب أيضا وكتب أيضا في المجلات العلمية بالإضافة إلى تقاريره الدورية حول هذا الموضوع لكن الجديد في هذا التقرير الذي وضعته الأمم المتحدة بحكم آلياتها المختلفة ولم تضعه الدكتورة ريمة خلف وإنما فقط دافعت عن فكرة نشره أن هذا التقرير رسم صورة متكاملة لسياسات ما يسمى بالأبرتايد وهذا الأبرتايد نقطة بالنسبة لإسرائيل نقطة حساسة جدا لأن إسرائيل وإن كانت تمارس مظاهر الأبرتايد إلا أنها لا تريد أن تسمى هكذا في هذا الظرف بالذات الذي يعني الأقدار كلها تتجه نحو دعم إسرائيل ونحو الدفاع عن إسرائيل ولذلك فكلمة الأبرتايد هذه كلمة التلسقت فقط ولخصت وركزت وكسفت مفهوم خطير جدا كان قد ألسق بحكومة بريتوريا في جنوب إفريقيا في خلال الستينات من القرن الماضي ثم تطور بعد ذلك وأصبح مجرد ذكر اسم هذه الحكومة كان على طول يخفز إلى الزهن كلمة الأبرتايد والأبرتايد تعني ليس فقط الفصل العنصري وليس فقط التنمية المفصلة ولكنها تعني عدم الاعتراف بالعرق الآخر والسعي لإبادته بكل السبل ومن ثم كان عملية التشويه لصورة جنوب إفريقيا كانت من خلال هذا الوصف إسرائيل في هذه المرحلة محاصرة عن طريق عزل إسرائيل وسحب الشرعية منها من خلال جامعات كبيرة جدا في الولايات المتحدة وفي أوروبا وإسرائيل تعتبر أن أي نقد لسياستها يعتبر ضد السامية ولذلك أنا الأوان لكي يعرف العالم الآن أن هناك فرقا بين نقد سياسات إسرائيل وهي سياسات تعتبر جرائم وبين اليهودية التي نحترمها جميعا ويوزهم من إيماني سنعود للحديث بشيء من التفصيل عن محتوى هذا التقرير لكن ذكرت نقطة أن الجديد في هذا التقرير أنه رسم صورة متكاملة لسياسات الفصل العنصري الآن أيضا التاريخ الإسرائيلي ملي بالخروقات دكتور البرغوثي والتقاوزات في حق الفلسطينيين والعرب أيضا التي تدينها الأمم المتحدة لكن ما الفرق؟ ما الذي أخاف إسرائيل في هذا التقرير بالتحديد؟ إسرائيل طبعا دعني أقول حتى نكون دقيقين علميا إسرائيل تمارس على الأقل ثلاث عمليات إجرامية تخرق القانون الدولي في فلسطين العملية الأولى هي الاحتلال الاحتلال العسكري الذي أصبح الأطول في التاريخ البشري الحديث قبل ذلك مارست ومازالت تمارس عملية التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الآن تضيف إلى الاحتلال والتطهير العرقي والاستعمار الإحلالي الكولونيالي تضيف نقطة رابعة وهي عن منظومة الأبرتايد والتمييز العنصري طبعا بدون شك في مراحل مختلفة منذ عام 48 تشكلت ملامح هذا النظام الأبرتايد أو نظام التمييز العنصري لكن الآن اكتملت الصورة بالكامل وفي الواقع الأدلة قاطعة بوجود هذه المنظومة منظومة الأبرتايد وفي سلسلة من القرارات الدولية التي صدرت أو التقارير الدولية أو القرارات من محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية في لهاي التي أكدت بشكل متكامل مستوى الخروقات التي تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي منظومة الأبرتايد الآن هي الأسوأ في تاريخ البشرية بمعنى وهذا ما قاله روني كاسريلز وهو وزير يهودي أبيض في حكومة جنوب إفريقيا المناهضة للعنصرية بعد سقوط نظام الفصل العنصري كان وزيرا في حكومتين متتاليتين مع نيلسون مندلة وهو زارنا وكان لي شرف استضافته هنا في فلسطين وقال بالحرف الواحد أن منظومة الأبرتايد الإسرائيلية أسوأ مما كان في جنوب إفريقيا ولذلك التصدي لها أصبح واجبا أخلاقيا على الجميع المشكلة أن لدينا الآن في العالم تناقض تناقض بين الموقف الشعبي الذي أشار الدكتور عبدالله الأشعر لجزء منه على المستوى الشعبي على مستوى الأكاديمي على مستوى الجامعات على مستوى منظمات إنسانية في العالم هناك موجة عارمة من المقاطعة ضد إسرائيل لأنه المهم ليس فقط أن نقر بوجود الأبرتايد المهم ماذا سنفعل لإسقاط نظام الأبرتايد وبالمناسبة أهمية التقرير الذي صدر عن منظمة الإسكوا يكمن في أنه أشار مش بس حلل وأثبت وجود الأبرتايد قدم توصيات أربعة مهمة جدا أول هذه التوصيات وقف التعاون مع دولة الأبرتايد إسرائيل وثاني هذه التوصيات وقف أي شكل من أشكال الدعم لها وأهم نقطة أن من واجب جميع دول العالم بحكم القانون الدولي واجبها الإنساني والقانوني أن تعمل على إسقاط نظام الأبرتايد وأقل ما يمكن أن تفعله في هذا المجال هو أن تقاطع إسرائيل لذلك طبعا إسرائيل قلقة جدا لأنه وصمها بالأبرتايد وهذا بمناسبة ما نسعى له منذ 17 عاما ونجحنا في عام 2003 و4 في حوار مع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في إقناعه بالفكرة ولذلك أصدر كتاب في عام 2006 قال فيه سلام وليس أبرتايد وشنعت عليه اللوب الصهيوني هجوم هائل لكن الآن وصم إسرائيل بأنها منظومة أبرتايد يفقدها تماما المكانة الأخلاقية التي كانت تتمتع بها يفقدها الإدعاء الكاذب بأنها الضحية في الصراع الجاري يفقدها كل المنظومة الإعلامية التي قامت عليها بالكذب طبعا وبالخداع دولة إسرائيل والمنظومة الصهيونية التي تحكمها هذا التقرير ومغزى كلمة أبرتايد التي أنا برأيي يجب الآن أن تقرن بإسرائيل في كل مكان تذكر فيه يسحب تماما من تحت يد إسرائيل ومن تحت أرجلها كل فكرة القيمة الأخلاقية لها ويجعلها موضع تساؤل وقوة حركة المقاطعة تكمن في ثلاثة أمور أولا أنها تعطي وسيلة لكل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني لكي يؤثر ماديا في محاصرة إسرائيل وتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني ثانيا أنها تعطي الشعب الفلسطيني وسيلة مقاومة شعبية فعالة ومؤثرة وثالثا أنها تسبب لإسرائيل ليس فقط خسائر اقتصادية بل خسائر معنوية وأخلاقية هائلة ذكرت أن هذا التقرير لم يكتفي بالاتهام ولكن أيضا قدم توصيات منها وقف التعاون مع إسرائيل ووقف الدعم وكذلك العمل على إسقاط هذا النظام وهو نظام الأبرتايد الآن نتسأل مع الدكتور عبدالله الأشعل ونقول ما حجم هذه الضغوط التي تعرضت لها الأمم المتحدة ليصر منها العام على سحب هذا التقرير برأيك وتصادف أنه في هذه المرحلة هناك رئيس ترامب الذي أعلن منذ البداية وخال حمدته الانتخابية دعمه لإسرائيل ولذلك كانت الضغوط الأمريكية واضحة جدا وكانت ضغوط الإسرائيلية أيضا لأنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن الضغوط الأمريكية دائما مخرونة بالضغوط الإسرائيلية وقد رأينا ذلك عندما قدمت مصر مشروع القرار في ديسمبر الماضي الخاص بوقف الاستطان وحظر الاستطان وكانت هناك ضغوط كبيرة جدا دفعت مصر فعلا إلى الانسحاب من تبني هذا المشروع ولكن في نفس الوقت هي أيادت مع الدول المؤيدة من الدول الأربعة عشر الذين أيادوا في مجلس الأمن إذن هناك ترتيب وتنسيق بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة وأنا أعتقد أن الدفاع عن جرائم إسرائيل سوف تسيء كثيرا إلى منحة الأخلاقية على الأقل إلى الدولة العظمى التي نحن نريد لها أن تحتضن العدل والقانون وأن تكون حامية لهذا الجزء من الضمير الإنساني إلى أن تكون بهذا الشكل الذي لا نريد لها لأن عظمة الدول ليس في قدرتها العسكرية وإنما في قدرتها الأخلاقية ورصيدها الأخلاقي نتسال أيضا مع الدكتور مصطفى البرغوثي عن ما هي تداعيات ذلك على تعاطي الأمم المتحدة مع ملف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أيضا الأمم المتحدة بالإجمال قراراتها كانت مناصرة للشعب الفلسطيني وأنا أقصد بالذات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الجمعية العامة وكذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعض المجالس الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية هناك أغلبية تؤيد الشعب الفلسطيني لأنها ترى أن الشعب الفلسطيني له حقوق المشكلة تظهر في مكانين المكان الأول هو مجلس الأمن بحكم وجود الولايات المتحدة وتمتعها بحق الفيتو وأحيانا بريطانيا أيضا طبعا وهي دول تصر على مناصرة إسرائيل في جميع الأحوال مهما كانت درجة الظلم الإسرائيلي وأكثر دولة استخدمت الولايات المتحدة لصالحها حق النقد الفيتو في الأمم المتحدة هي إسرائيل أكثر موضوع استخدمت فيه الولايات المتحدة حق النقد الفيتو كانت قرارات تدين إسرائيل لذلك طبعا هذا يخل بوضع مجلس الأمن الاستثناء الوحيد كان طبعا مؤخرا في قرار 2334 لأن إدارة أوباما التي سئمت من كل ما فعلته إسرائيل بها على مدار ثماني سنوات أرادت قبل أن تغادر أن تسمح بتمرير المشروع القرار الذي يدين الاستيطان وبالمناسبة لم تصوت إلى جانبه ولكن لم تصوت ضده المشكلة الثانية التي بدأنا نراها هي في الأمين العام للأمم المتحدة يعني السيد الأمين العام للأمم المتحدة خضع للضغوط مرتين حتى الآن هذه ليست المرة الأولى أن يسحب التقرير وهذا أمر مشين برأيي المرة التي قبلها أنه خضع للضغوط فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وادعى أن هناك مكانة يهودية في داخل المسجد الأقصى أو في ساحة المسجد الأقصى وطبعا هذا أمر أيضا مخالف للقانون الدولي ومخالف للأعراف ومخالف للتاريخ إذن نتحدث نحن حتى الآن عن حالتين وهذا أمر خطير جدا يجب أن يتم التصدي له أنا برأيي الآن الدول العربية والأمة العربية لديها فرصة كبيرة أن تتبنى في قمتها القادمة التي ستعقد خلال أكثر بقليل من أسبوع أن تتبنى تقرير الإسكوا وأن تتبنى هذا التقرير وتتبنى توصياته إذا فعلت الدول العربية ذلك في قمتها القادمة أنا برأيي سيحدث ذلك تأثيرا هائلا ودويا هائلا ويضع حد لحالات التراجع التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة وآخرون هناك فرصة هائلة من خلال استخدام هذا التقرير باعتباره تقرير ينص على القانون الدولي بالمناسبة أحد مؤلفي التقرير أو أحد كاتبي هو أيضا ريتشارد فولك الذي تم الإشارة له وريتشارد فولك بالمناسبة يهودي يهودي الديانة ومع ذلك هو إنسان مناصر لحقوق الإنسان حاربته إسرائيل بكل قوة عندما كان ممثلا لمجلس حقوق الإنسان في فلسطين ومنعته من الدخول إلى فلسطين لسنوات طويلة ولا مرة سمحت له يجي ليفحص الأوضاع في فلسطين أو ليدخل عبر المطارات الإسرائيلية لذلك أنا برأيي نحن نملك الآن قوة سياسية وأخلاقية كبيرة في هذا التقرير المهم ماذا سنفعل به وكيف نتصدى للضغط أنا بأسميه إرهاب فكري وابتزاز سياسي تقوم به إسرائيل بصورة منتظمة ضد الدول وفي هذه الحالة ضد الأمين العام للأمم المتحدة دعنا نسأل الدكتور عبدالله الأشعل هناك في القاهرة ذكر الآن الدكتور مصطفى البروثي بأن هذه الحالة الثانية لربما التي تفقد فيها الأمم المتحدة مصداقية فيما يتعلق بالملف الفلسطيني الآن كيف يمكن أن تحمي هذه الأمم المتحدة حقوق الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي وقد رفضت تقريرا يدين هذه الانتهاكات طبعا هو أحد أسباب حساسية إسرائيل من هذا التقرير أنه صدر في لحظة هناك توصيات من مراكز أبحاث إسرائيلية أو صهيونية في الولايات المتحدة منها مثلا ميدل إيس فورم في فلدلفيا كان قد جمع مجموعة من رجال الكونجرس وخصوصا مجلس الشيوخ ومضع على عريضة تطالب الرئيس ترامب بأن يتبنى خمس مطالب من بينها العمل في الأمم المتحدة لإلغاء قرارات الجمعية العامة التي تناصر الخضايا الفلسطينية لأن إسرائيل تعمل على حزب اسم فلسطين أصلا من الخرائط وتريد أن يكون هناك إسرائيل فقط وأنها دولة يهودية ولا أحد بجانبها وبالتالي في هذه المرحلة التي ترتسم فيها صورة المؤامرة على فلسطين أنا أعتقد أنه مهم منها هو الاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة لذلك في هذا التقرير يحبط هذا المسعى ويجب أن نحذر أيضا مع الدكتور مصاب أن القمة العربية القادمة لابد أن تتنبه لهذا الموضوع وأن تحشد لأن الولايات المتحدة سوف تسعى في داخل الجمعية العامة وهي فيها أغلبية ضخمة جدا مؤيدة لفلسطين فيجب أن تحذر من هذا لأن ليس فقط أنها تمنع إسرائيل والولايات المتحدة من إلغاء القرارات وإنما تعزيز هذه القرارات وهي تعتبر نقطة مخيفة جدا بالنسبة لإسرائيل على أساس أن إسرائيل نفسها آمت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 47 وهذا القرار 181 ويجب على المثقفين العرب وعلى الحكومات العربية أن تدرس هذا القرار وأبجديات القضية الفلسطينية حتى لا ننسى الآن بعد هذا الموقف الثاني من قبل الأمم المتحدة هل يمكن التعويل على الأمم المتحدة في قادم الملفات خصوصا فيما يتعلق بالملف الفلسطيني دكتور عبدالله طبعا لا بد من التعويل على الأمم المتحدة على الأقل نحصل على قرارات لأن الأمين العام ليس هو العنصر الفاعل في الموضوع الأمين العام السابق أيضا كان أيضا منحازن وكان يبكي على هو الذي استزر قرار من الجمعية العامة ويتابعه بدقة الخاص بيوم 16 يناير من كل عام عشان محرقة اليهود في ألمانيا وكنا نريد أن نستزر قرارا أيضا لمحرقة الفلسطينيين في فلسطين ولكنه رفض أيضا هو الذي قابل بعض أسر الضحايا وبكى أمامهم البكاء هذا يجب أن يكون على الضحية الحقيقية لأن الفلسطين لم يحرقوا اليهود في ألمانيا وإنما الفلسطين هم الذين حرقوا في بلادهم لذلك فأنا أقول لابد أن أن لا نفقد الأمل أبدا في الأمم المتحدة لأنها أجهزة تتشكل من دول وبالتالي الأمين العام مجرد الرئيس الإداري الأعلى المنظمة الدولية بعد أن تحدثنا عن التقرير وعن الصدى الذي أتى به هذا التقرير لأن نتحدث عن محتوى التقرير مع الدكتور مصطفى البرغوثي ونتسأل في هذا المحور تحدث التقرير المحذوف عن إسرائيل قامت نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمل يقوم على تفتيت هذا الشعب سياسيا وإيضا جغرافيا كيف أحدث برأيك هذا التركيز على مصطلح الأبرتايد الفارق لدى إسرائيل وقعلها أيضا تعتبر أن ذلك يدخل في إطار معادات السامية كما قالت الخارجية الإسرائيلية شوف أولا دعني أجيب على الخارجية الإسرائيلية قبل أن أجيب على سؤالك يعني إسرائيل تريد أن تضع الجميع دائما في موضع الاتهام وهذا تكتيك إسرائيلي خبيث معروف يعني تقسم الناس البشر جميعا في العالم إلى أربع أصناف الصنف الأول هم المؤيدون بشكل مطلق وكامل لإسرائيل مهما فعلت ومهما ارتكبت من جرائم هؤلاء هم الناس المناح بالنسبة لهم النوع الثاني نحن الفلسطينيين الذين نناضل من أجل حقوقنا يسمون إرهابيين ومن يناصرنا طبعا من الإخوة العرب النوع الثالث من يناصر القضية الفلسطينية ويأخذ موقف يتناسب مع الحق والعدل والقالون الدولي يسمونهم لاساميين الآن يحملوا حملة كبيرة ضد حركة المقاطعة ويدعوا أنها لاسامية مع أن هذا كلام كاذب ومنافي للواقع ومنافي للعلم بالمناسبة كيف يمكن أن نكون لاساميين ونحن نفسنا ساميون يعني نحن ساميون كعرب وكفلسطينيين فهذا كلام سخيف عندما يقال أننا لاساميين الأمر الرابع أو التصنيف الرابع يخص اليهود الذين يأخذوا موقف أخلاقي إلى جانب الشعب الفلسطيني والعدالة هؤلاء يسمونهم اليهود الكارهون لأنفسهم هذه هي التصنيفات الإسرائيلية وهي واضحة أما بالنسبة لموضوع المحتوى التقرير ميزت التقرير ثلاث أشياء أولا علمي تماما موضوعي تماما ما في كلام يعني دعاية سياسية وإنما بالعلم والتحليل وبالاستناد للقانون الدولي وضع نتائجه وحقائقه وفي ذلك تكمن قوته التي لا يمكن إضعافها الأمر الثاني أنه وضح أن إسرائيل تستخدم في نظام الأبرتايد منظومة الشرذمة والتجزئة لذلك جزأت الشعب الفلسطيني إلى الضفة الغربية وغزة والقدس والداخل والشتات واستخدمت ضد كل واحد من هذه الأجزاء آلية من آليات الأبرتايد والتمييز العنصري بس الجامع بينها جميعا أن هناك نظام أبرتايد كامل متكامل أنا أستطيع أن أقدم عشرات الأدلة على منظومة الأبرتايد دعني أذكر مثل واحد نحن في الضفة الغربية إسرائيل تأخذ أكثر من 85% من مياهنا وهذا ما أشار له التقرير وتسمح للفلسطيني في الضفة الغربية أن يستعمل ما لا يزيد عن 50 متر مكعب من المياه بينما المستوطن غير الشرعي الإسرائيلي الكولونيالي يسمح له باستعمال 2400 متر مكعب من المياه أي 48 مرة أكثر منا مع أنها مياهنا وحتى المياه التي يسمح لنا باستعمالها تجبرنا إسرائيل على أن ندفع ثمنها ضعف ما يدفعه الإسرائيلي يعني هذا مجرد مثل الطرق الموجودة الآن في الضفة الغربية هناك طرق رئيسية كثيرة تسمى طرق عنصرية لأنه مسموح بالسير فيها فقط لليهود الإسرائيليين وإذا ألقي القبض على فلسطيني يسير عليها أو يسوق سائي سيارة فيها يمكن أن يحكم بالسجن لمدة ستة أشهر نحن نتحدث عن قانونين هناك قانون للإسرائيليين وقانون للفلسطينيين وهذا هو التمييز العنصري بشكل محدد لكن التقرير وضع تعريفا دقيقا لما هي الأبرتايد قال أن الأبرتايد هو استخدام القوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات التي تناصر فئة عرقية ضد مصلحة فئة عرقية أخرى هذا بالضبط ما تقوم به إسرائيل سواء في الناصرة أو في حيفا أو في عكا أو في القدس أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو ضد اللاجئ الفلسطيني في مصر أو سوريا أو الولايات المتحدة التي تمنعه من العودة إلى وطن الآن هذه الأمثلة التي ذكرتها الدكتور عبدالله الأشعل كيف أوضح تقريرا قصد الهيمنة العرقية يبدو ظاهرا أيضا في العدد من القوانين والممارسات الإسرائيلية بل أيضا يبدو النظام الإسرائيلي مصمم لهذا الغرض بشكل واضح في مجموعة من القوانين الإسرائيلية خاصة مبدأ الدولة الفلسطينية وهو ما يثبت بما لا يدع مجال للشك وجود الغرض والمقصد والنية من نظام الفصل العنصرية الأبرتايد الذي تطرق إليه التقرير نعم هذا التقرير كما قلت أكمل الكثير من التقرير السابقة في رصد السلوك الإسرائيلي تجاه الأراضي وتجاه الشعب الفلسطيني وعندما نقره نحن كعرب يكون في ذهننا دايما أنه يكتشف مساحات تريد إسرائيل أن تغطيها وهي العقيدة الصهيونية في فلسطين والعقيدة الصهيونية في فلسطين والتي اقترب التقرير من كشفها إلا قليلا هي أن إسرائيل تضمر ما لا تظهره فهي تقول للعالم أنها معه في أنها أراضي محتلة وأنها تريد السلام مع الفلسطينيين ولكن بشروطها هي وشروطها في الواقع شروط مانعة لحياة الفلسطينيين ولذلك أنا بعتبر أن الأبرتايد في شكل تقليدي الذي ظهر في جنوب إفريقيا والذي وصم به هذا النظام وأصبح نظاما كريها لدى المجتمع الدولي حتى ساهم الجميع في إزالته وهو ما يخيف إسرائيل في هذا التقرير أن الأبرتايد كمان التقرير أشار إلى أن الأبرتايد الذي يمارس في إسرائيل هو من نوع خاص وهو لديه بعض الخجل أن يقول أن الأبرتايد في جنوب إفريقيا كان ضد أقلية بيضاء من أقلية بيضاء ضد الأكسرية صاحبة الأرض ولم يقل البيض أبدا أنهم يخرجوا السود من أراضيهم أو أن يحلوا محلهم ولكن إسرائيل برضو الجزء اللي أشار ليه الدكتور مصفا وهو الجانب الأخلاقي إسرائيل بنيت على أساس المشروع الاستعماري وهو الذي يقول خصوصا في المدى 22 من عهد عصبة الأمم عندما استحدث نظام الانتداب هو نظام الانتداب زي نظام الوصاية زي نظام السعمار وهو أن المستعمر رجل راقي ولدي أخلاق وأنه جاء إلى هذه المناطق المتبربرة لكي يقودها إلى مدارك الحضارة والمدنية وبالتالي يجوز له أن يجلد العبيد وأن يأخذ موقف منهم لأنهم لا ينسحقون لما دام الأمر في نهاية المطاف يؤدي إلى تحضيرهم كلمة أخلاقية يديا تكررت كثيرا في تقارير لجان التحقيق الإسرائيلية وفي تصريحات وزير الدفاع ورئيس الوزراء كثيرا يقول لك أخلاق الجيش الإسرائيلي وغيرها إسرائيل كفكرة تقوم فعلا وتهم العالم على أنها فكرة أخلاقية وأنها جاءت هنا ليس فقط لأن اليوود كانوا هنا قبل الفلسطينيين كما تزعم إسرائيل عندما أبا إيبا عمل بيان مهم جدا بعد التصويت على القرار 181 يوم 29 نوفمبر سنة 47 قال وكان وكيل مندوبا للوكالة اليهولية في ذلك الوقت قال نحن نرحب بقرار التقسيم ليس لأنه يعطينا جزءا من فلسطين ولكن لأنه يعترف بنا بأننا كنا هنا وهبطنا من الخيال إلى الواقع ثم بعد ذلك علينا أن نسكم الأدوات القوة لكي نحصل على كل فلسطين هذا الكلام كتبه من سنة 47 ولكن لم نتنبه إلى أن إسرائيل هذا التقرير خطير في أنه يوضح أن الأبرتايد في جنوب إفريقيا أخاف كثيرا لأنه يريد أن يعيش السود مع البيض وأن يكون هناك تمييز وأن يكون هؤلاء هم عبيد ذاك ولكن في نهاية المطاف في الأبرتايد بتاع إسرائيل يريد أن يقتلع الشعب الفلسطيني صاحب الحق من أرضه وإلى أن يتم ذلك فإنه يقوم بالأبرتايد علشان أدى من أدوات الإبادة وفي إطار المشروع والعقيدة الصيونية إذن ذكرت دكتور عبدالله أن التمييز العنصري الإسرائيلي لربما هو الأسوأ على مستوى البشرية لأن نتساءل أيضا نعود للدكتور مصطفى البرغوثي وكنت قد ذكرت مثالا على التمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وهو فيما يتعلق بالمياه الآن ينص القانون الإسرائيلي كما تعرفون على أن معارضة الهيمنة العرقية حتى من جانب أي تحزاب إسرائيلية غير قانونية فعل الآن ما هي الحالات التي رصدها التقرير وترسخ وتعكس أيضا سياسة الأبرتايد التي تتبنى إسرائيل يعني الحالات التي رصدها تتعلق بكل مكونات الشعب الفلسطيني خذ مثلا مدينة القدس التقرير يشير بشكل واضح أنه عندما ضمت إسرائيل القدس بصورة غير قانونية وغير شرعية حسب القانون الدولي ضمت القدس كأرض وكمكونات وكبناء وغير ذلك ولكن اعتبرت سكان القدس سكان بإقامة مؤقتة تصور أنت أن تأتي إلى أي مدينة في أي مكان في العالم وتخبر أهلها بأنهم أصبحوا يقيموا بشكل مؤقت في مدينتهم أو قريتهم اعتبروا كل سكان القدس العرب الفلسطينيين أشخاص عندهم حق إقامة مؤقتة وعذا ما غادر أي مواطن فلسطيني في القدس هذه المدينة لبضعة سنوات للدراسة مثلا أو للعمل يفقد حقه في العودة لها بشكل كامل بينما إذا كان هناك يهودي يعيش في سيبيريا أو في الولايات المتحدة أو في أي مكان في الآخر وجد جد جد جده يهودي يمكن أن يأتي ويصبح مواطن في المطار ويصبح له حق الإقامة في القدس وحتى في الضفة الغربية حيث ما شاء إذا تزوج مواطن فلسطيني في القدس من إمرأة فلسطينية من رامالله على بعد 16 كم فقط لا يستطيعوا أن يعيشوا معا لأنها لا تستطيع أن تملك حق إقامة في القدس وإذا غادر هو مدينة القدس ليعيش معها في رامالله يفقد حقه في المواطن في مدينة القدس هل هناك أمثلة أوضح من ذلك يعني لكي نشير لها التقرير يحلل هذه الأمور ثم يتحدث عن ما يجري في أراضي 48 التمييز الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون العرب رغم أنهم يحملوا جنسية إسرائيلية إلا أن التمييز يتم بأشكال مختلفة منها مثلا أن معظم الامتيازات التي تمنحها الدولة تعطى لمن خدموا في الجيش والعرب الفلسطينيون طبعا لا يخدموا في الجيش الإسرائيلي بالتالي الامتياز الامتيازات كلها يحرموا منها ويجري التمييز ضدهم بحجة أنهم لا يخدموا في الجيش الإسرائيلي بس الشيء الأهم أن الفلسطين أن الفلسطينيين كانوا يملكوا من الأرض التي أقيمت عليها إسرائيل عام 48 أكثر من 83% ماذا يملك الآن أقل من ثلاثة ونصف بالمئة كيف أخذت إسرائيل الثمانين بالمئة منهم بالقوانين العنصرية هناك فلسطينيون يعيشوا في الداخل في أراضي الثمانية واربعين يسمونهم الحاضرون الغائبون بمعنى أنهم مطرودون حتى من قرائهم داخل أراضي الثمانية واربعين رغم أنهم لم يهاجروا ولم يخرجوا من أرض فلسطين مع ذلك لا يسمح لهم بالعودة إلى قرائهم التي استولت عليها إسرائيل وهدمتها ونكلت بها وأنشأت مكانها مستوطنات مثل قرية إقرث وكفر برعم والأمثلة كثيرة لا يتسع المجال في هذا البرنامج لذكرها جميعا لكن أنا أدعو الجميع للإطلاع على التقرير والإطلاع على كل تفاصيله للاستفادة منه في المعركة القادمة وأريد أن أحذر من شيء أشار له الدكتور عبدالله الأشعل خاصة ما يتعلق بالقمة العربية وما يتعلق بالإدارة الأمريكية الآن نحن نشهد محاولة مرة أخرى لامتصاص النقمة ضد إسرائيل والامتصاص الغضب الناشئ ضد إسرائيل وضد احتلالها ونشهد محاولات للبدء بجولة جديدة من مفاوضات عقيمة لا قيمة لها لأنه مدام ميزان القوى مختلا لن تسمح إسرائيل بأن تنتج هذه المفاوضات شيئا ولأنه في إسرائيل لا توجد أي حكومة على استعداد لإنهاء الاحتلال أو لإنهاء منظومة التمييز التي أقمتها لذلك أنا أخشى وآمل أن لا يستدرج لا الفلسطينيون ولا العرب إلى دائرة جديدة من المفاوضات الفارغة فقط لكسب الوقت وحتى تستطيع إسرائيل استكمال مشروع التهويد والاستيطان وتصفية القضية الفلسطينية برمتها إذا ما عدنا للدكتور عبدالله الأشعل ونتحدث عن نقطة ذكرها الدكتور مصطفى وهي مسألة ترسيخ قانون العودة الإسرائيلي وأيضا على القانب الآخر الفلسطيني عندما يغادر من تلك البلدة لسنوات قد لا يملك الحق في العودة إلى تلك البلدة الآن كيف يرسخ هذا المفهوم مسألة الأبرتايد وأيضا الفصل العنصري برأيك الدكتور عبدالله وأنا أعتقد أن كلمة أبرتايد بالنسبة لإسرائيل تعتبر كلمة مخففة لأن لما بنرجع إلى المعنى التقليدي الأبرتايد الذي دخلت به كتب السياسة الدولية والنظم السياسية سنجد أن البيض في جنوب إفريقيا كانوا يميزون بينهم وبين السون وكانوا يفصلون بين أماكن يقامتهم وبين السود وكانوا يمنعون السود من دخول مناطق البيض بعد المغرب وكانوا في نفس الوقت يقيمون نوعا من التنمية المنفصلة والمستقلة البعيدة ويقدمون الفتات لهذا الشعب ولكن لم يحدث في تاريخ جنوب إفريقيا أن الأبيض صادر أراضي السود وأنكر حقهم في البقاء وأنكر أنهم من جنوب إفريقيا ولكن الخطير بقى في حالة إسرائيل والذي ينبع إليه التقرير ويجب أن ينتبع إليه المجتمع الدولي هو أن إسرائيل جاءت لكي تحل محل في الصينيين وأن كل القوانين التي ذكرت دكتور مصطفى وغيرها مما ورد في التقرير وغيره أيضا مما لم يذكره التقرير هو في الواقع أدوات شكلها قانوني وتصدر من برلمان اسم الكنيسة وتطبقها حكومة المفروض أنها حكومة محترمة في نظر المجتمع الدولي ولكنها في واقع الأمر أدوات قانونية لكي تبيد الشعب الفلسطيني وتمحوه وأنا أعرف الكثير من الحالات العملية التي حدثت مثلا في القدس على سبيل المثال الطفل الذي لا يولد في القدس لا تكون له إقامة وبالتالي يفقد تماما ونحن في السفارات المصطينية في الخارج كنا نتعاطف تماما مع الأم الفلسطينية الحامل التي مثلا موجودة في الرياض ويجب أن تذهب فورا لكي تلد هناك في القدس حتى يكتسب ابنها الحق الإقامة في القدس خلافا لكل القيود المفروضة على التأشيرات في ذلك الوقت لذلك هناك تفاهم لهذا الموضوع الآن كما أشار الدكتور مصطفة المفروض أنه على الأقل المثقفين العرب والدكتور مصطفة يعني من أعلام هؤلاء المثقفين يلتبوا مذكرة للقمة العربية القادمة ينبيوها إلى هذا الموضوع أنه الدخول في مفاوضات في هذه المرحلة وهي مفاوضات تهدف إلى سلام السلام في الواقع هو الباكس وليس البيس هو معناها السلام الروماني وليس السلام الذي نعرفه أن الشعبين يعيشوا جنب إلى جنب يعني في الماضي وفي نفس الوقت هناك متطرفون يهود لا يريدون مطلقا وعلنا أن الشعب الفلسطيني يبقى إلى جانبهم ولذلك فكل الدعوات في داخل الفلسطينيين التي تقول أننا نريد كل فلسطين هذا التقرير في واقع الأمر والإساءات المختلفة الإسرائيليين الفلسطينيين تدفع الأطراف الأخرى الفلسطينية المحقة التي يسموها متطرفين طب ماذا نقول عن حكومة رسمية تتعامل مع العالم كله وتدعي أنها حكومة ديمقراطية وبعد ذلك تمارس أسوأ أنواع العنصرية تحت الأبرتايد الخاص لذلك سوف نفكر في اسم جديد لهذا هي الأبرتايد كفاية في هذه المرحلة حتى تصم الحكومة الإسرائيلية ولكن نحن نريد لليهود أن يقيموا في فلسطين ولكن إلى جانبهم أصحاب الحق وهم الفلسطينيون ولكن في نفس الوقت الحكومة الإسرائيلية لا بد أن تتبرأ من هذه الممارسات الخاطئة وتسقط الفكرة القديمة التي أتت بها أصلا إلى فلسطين وهي أنها تحل محل فلسطينيين الآن نتسأل أيضا عن موضوع في نهاية هذه الحلقة ونتحدث الآن هذه الأمثلة التي ذكرناها على التمييز العنصري والفصل العنصري الذي تقوم بإسرائيل هل هذا الآن يعتبر مهندسة ديمغرافية إعادة تشكيل للمجتمع هناك في فلسطين لخدمة الصالح الإسرائيلي كيف تنظر إلى ذلك دكتور مصطفى؟ بالتأكيد أحد معالم ما تقوم به إسرائيل هو إعادة الهندسة الديمغرافية للوضع في الأراضي المحتلة وفي داخل فلسطين نفسها يعني كل طبعا ما يقلق إسرائيل وأكبر فشل للمشروع الصهيوني اليوم أن عددنا اليوم على أرض فلسطيني التاريخية كفلسطينيين صامدين ثابتين رغم القمع والتنكيل والسجن والاعتقال والقتل المتعمد رغم ذلك نحن بقينا وعددنا اليوم يوازي عدد اليهود الإسرائيليين ورغم تهجير أكثر من 6 ملايين فلسطيني في الخارج عدد الفلسطينيين الآن المقيمين في داخل فلسطين يساوي عدد اليهود الإسرائيليين وهذا ما يقلق إسرائيل في عام تسعين حاولوا أن يحل المشكلة باستقدام مليون روسي مهاجر نصفهم بالمناسبة ليسوا يهودا على الإطلاق واستقدموا أشخاص يسمونهم الفلاشة من إثيوبيا أصلا ليسوا يهودا والآن يتحدثوا عن استحضار أشخاص آخرين من بعض الدول الأخرى يعني لكن كل هذا لا يحل مشكلتهم لذلك هم يحاولوا أن يفصلوا غزة عن الضفة لتقليل عنصر العامل الديمغرافي بنسبة الثلث يحاولوا أن يخلقوا ظروف قاسية اجتماعية واقتصادية في الأراضي المحتلة ليدفعوا الشباب إلى الهجرة ويحاولوا بالاستيطان أن يغيروا المعالم الديمغرافية للضفة الغربية بكاملها وللقدس طبعا لذلك نحن نتحدث عن هندسة ديمغرافية خطيرة عنصرية كما ذكر استعمارية إحلالية وهذا قمة الخرق للقانون الدولي أنت سألتني بالمناسبة عن سباب قلق إسرائيل من فكرة الأبرتايد وذكرنا الجانب الأخلاقي ولكن دعني أشير إلى نقطة أخرى ذكرني بها الدكتور عبدالله الأشعل وهو أن إسرائيل روجت لنفسها ومازالت تروج في العالم كله أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وأن الشرق الأوسط لا يعرف الديمقراطية ويعيش في الجهل والتخلف وأن الديمقراطية الوحيدة الغربية في المنطقة هي إسرائيل لا يمكن في أي عرف إنساني وأخلاقي وقانوني ودولي لبلد أن يكون ديمقراطي وهو يمارس الأبرتايد لذلك كلمة أبرتايد تنسف كلياً كل الدعاية الإسرائيلية المستندة لهذه الأكذوبة بأنها ديمقراطية كل الشكر لكم ضيوف هذه الحلقة والتي ناقشنا فيها تقرير الأمم المتحدة والذي اتهم إسرائيل بتطبيق نظام الفصل العنصري كل الشكر لكم ضيوفنا من هناك من فلسطين الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية كل الشكر لك كما نتوجه بجزيل الشكر للدكتور عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي السابق كان معنا من القاهرة كما نتقدم بجزيل الشكر لكم أنتم متابعي هذه الحلقة من برنامج ملف الأسبوع كان معكم في هذه الحلقة ننتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة